في إطار الجهود المبذولة للملمة تداعيات حادثة التفجير التي حصلت في القموعة وحل الإشكالات العالقة بين فنيدق وعكار العتيقة عقد اجتماع في مكتب قائد سرية درك عكار المقدم ماجد الأيوبي ضم وفدين من البلدتين بصدد تشكيل اللجنة وإن شاء الله بكل كم أسبوع نحاول نكون لأن القصة صرها مزمنة وفي تعديات على القموعة بشان هاكي بدنا حل جزري لها المنطقة وبنتمنى من الرؤسة والنواب والفعاليات يعطوا لها المنطقة الجميلة جدا اللي هي الأموعة واللي توصب بالرئة الشر الأوسط يعطوا أهمية اتفقنا بعد شكيل اللجنة قوامها أربع أعضاء من بلدة فنيدي وأربع أعضاء من بلدة أكار لاتيها وتاركين الأمر بنهايته اللجنة بمساعدة القضاء العقاري لحتى تحدد بيننا وبين أكار لاتيها معنا معطيات جديدة اللي اتفقنا على كل الأدين بيبقى على إدمه حتى اللجنة والقضاء العقاري يطلعوا لنا بحل من يساب ويرضي الأطراف كلها وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة البحث في إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل القائمة والاتفاق على إزالة التوتر الحاصل وتلافي أي تطور سلبي والاحتكام إلى القضاء والدولة في معالجة كل القضايا